السلام عليكم ورحمة الله معكم مستر محمد لو حضرتك اول مرة تتفرج على القناة ياريت تتكى على سبسكرايب وفعل زر الجرس وتتكى على اول او الكل عشان يوصلك كل جديد ويراب حضرتك مشترك معي في القناة ياريت تدعمنا بلايك علشان نقبر القناة وتعمل فائدة لكل اليوم هنتكلم على Past Continuous Tense لو انتوا فاكرين يا اولاد انا قلتلكم في الاول ان انا عندي كذا زمن في نفس الواحدة بس علشان ما نخلهوه صعب ان شاء الله هنخلي كل زمن لوحدة فاحنا اخدنا المرة اللي فات او في الفيديو اللي فات Past Simple Tense Today النهاردة هناخد Past Continuous Tense بعد كده Past Perfect Tense وطبعا لو انتوا لاحظتوا الحاجات دي كلها انتوا اخدينها بس ازاي ما احنا قلنا كل مرة بنزود شوية حاجات عشان احنا اكبرنا مع بعض شوية فالنهاردة هندلس مع بعض Past Continuous Tense هنشوفوا على بعض كده Past Continuous Tense ده بيكون من ايه؟ هنكتبوا هنا كده صغير شوية ونحن شغالين عارفين بنتلم عن ايه؟ لو انتوا فاكرين احنا ونحن صغيرين شوية اخدنا Present Continuous ده اسمه Past Continuous لو انت لحصت لهم الاتنين زي بعض بالزبط مع اختلاف ال Present خليناه Past طيب ال Present Continuous كان بيكون من ايه؟ am is are verb z ing طب احنا خليناه Past مواسط مواسط ويبقى am و is هنخليهم و us و و وزي ما هو بلاص الفيرب بلاص ان جيه؟ ده اللي انا عملت خليته بدلا ما هو مضارك، خليته ماضي والمستمر شغال معايا زي ما هو لو الفيرب زيقى ان جيه؟ طب انا اعجز بلاص الو و و و و احنا فاكرين برضو ستخبر الام واسها والشي والووي ستخبر الام واسها ستخبر الام ووه عندما ستخبر الام واسها والشي والووي والو والز او البلورال اللي هو الجمع طيب الماضي المستمر ده هنستخدمه في ايه كل زمن يا ولاد له استخدام مش بخصدم اي زمن وخلاص ما ينفحش زي العربي عندكم كده ساعات يبقى الكلام في المضارع ساعات يبقى الكلام في الماضي ايه اللي بيحدد لي اي زمن في الدنيا وده شيء طبيعي ومفروق اللي انا باعارفينه الفعل لو انا قلت في العربي يلعب احمد خلاف اللاعبه احمد يلعب هنا يبقى مضارع لكن لعبه يبقى ماضي نفس الكلام عندنا بالزبط الفعل عندنا في الانجليش هو اللي بيحدد زمن الجملة انا عشانان في الجملة دي بان فيها ايه بحط كلمة not او ان اوصل في تي wasn't or were was not or were not طيب اذا اكتب الجملة لانها حاجات تفهة وسهلة طيب الماضي المستمر ده ممكن اعمله اسئلة سهل جدا عندي نوعين بالاسئلة احنا قلنا كده بكده ايه اما نوع يبدأ بأبس بالفعل المساعد اقوله was he eating yesterday at two o'clock او at two o'clock yesterday الماضي طب النوع التاني what where you doing when when i font you انت كنت بتعمل ايه مبارح لما اتصلت بك ماضي مستمرة وهنا ماضي مستمرة طبعا الحاجات دي برضو كلها سهلة وجميل مفيقاش اي حاجة ما عندناش اي مشكلة نيجي بقى احنا بنستخدم انت الباست كنتمس لو انا قلتلك ايه اول حاجة انبارح الساعة اثنين زي ما انا كاتب كده بس طبعا ده سؤال انا كنت بلع ايه اللي هتلاحظوا هنا في الجملة انبارح الساعة خمسة انا كنت بلع لو احنا عملنا جملة كده all blade football yesterday وعملت جملة تانية all wolves playing football add yesterday ايه اللي انتو ملاحظين انه مختلف هنا في الجملة تانية اولا انا عندي ده وعندي ده وعندي ده واحد يقول له ايه اللي انتحان نجي نبص وركز مع بعض في هنا ايه لكن في هنا ايه ايه اذا لو احنا نبصينا الفرق ما بين الجملتين الاولانية انا لعبت فوتبول وخلاص انا هو وقت مش فرقة بالنسباني انا لعبت مبارح لكن عندما نبص على الجملة التانية ايه ايه انا كنت بلعب مبارح الساعة اثنين او ايه ايه انا انا الاولاني انا لعبت وخلاص يبقى اذا لما يكون عندي وقت محدد في الباست او من الساعة كذا للساعة كذا من غير ما افكر على طول اخد ووز او وير فير بزاد اين جي دي اول حاجة عندي هتسهل علي في الاختيارات لكن لو انا عندي يسر دي بس اللي هي الكلمة اللي بتعبر عن زمن الباست يبقى ماضي بسيط يبقى دي اول حاجة يبقى لما يكون عندي جملة فيها زمن محدد اخد ماضي مستمر زمن عادي خالص اخد الباص سمت يبقى ده اول استخدام عندي ماشي يا اولاد يشوف الاستخدام رقم اتنين بالعربي كده بينما كنت اسير في الشارع قابلت احمد بينما كنت اذاكر بابا جه يبقى ايه اللي حصل هنا في عندي زمنين احدهما كان شغال في الماضي والتاني جاء راح قطعوا بنسميه فعل عرضي يعني حاجة كده عدت وخلصت وخلاص طيب بنعملها ازاي ودي اهم حاجة عندنا بقى قاعدة while ودي كلمه من ضمن الكلمات اللي بس قدمها في الباص مع الباص سمت ودي حتة مهمة جدا while i was eating بينما كنت اكل the lights اللي هي النور يعني او الاضواق went out هتلاحس عندك حاجة هنا قادي ماضي مستمرة وقادي ماضي بسيطة يبقى اذا الجملة اتقسمت مصية هتلاقي في كومة كده بقاعدة while يبقى دي اول قاعدة هنحفظها في الماضي المستمرة تاني عشان ما نلغباطش اول قاعدة عندي ان حاجة كانت بتحدث في وقت معين في الماضي خلاص عرفنا في وقت لازم يكون موجود عندي فالتاني حاجة بعض الروابط اللي نستخدمها في الباست مع الباست سيمبل while وراها ماضي مستمرة على طول من نظر المفاكل while i was while you were we were they were i was he was she was it was واليام التانية ماضي بسيط يبقى قاعدة while يأتي بعدها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط طبعا حاجة نشاهد قاعدة هوايل بالتفصيل شوية بس احنا بقى نقول امتا استخدامات الباست كونتينوز يبقى ثاني استخدام حدث كان يحدث في زمن الماضي قطعوا حدث برضو في الماضي بس ده اسمه حدث عرضي يعني نخلص بسرعة طيب ممكن يا مستر الحدثين يبقوا في وقت واحد ممكن هقول ايه وللا هنشاهده برضو في قاعدة هوايل بالوقت الطبع هي هي هوايل I was studying my father was reading هبقوا هتلاقي هنا ماضي مستمر وهنا ماضي مستمر اتنين ماضي مستمر اتنين ماضي مستمر ليه؟ لان كان فيه شخصين بيعملوا كل احتيهم حاجة في نفس الوقت فالتنين ماضي مستمر والتنين ماضي مستمر ليه؟ مستمر ليه بعرفنا استخدامات الماضي مستمر ياما كان فيه وقت معين بعمل فيه الشيء ياما حدثين احدهما ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط ياما الحدثين كانوا يحدثوا في نفس الوقت ماشي صعب كده يا أولاد صعب وسهل جدا سوي هنيجي بقى اركز شوية مع بعض كده حيث قليم انا عندي شوية كلمات بستخدم فيهم ال past continuous ايه هم قعدة while as just as when when ممكن تلعب معنا في بعض الاحيان تساوي while as أو just as أو تبقى الوحدة مش فرقة بالنسبان هنعرف برضو دي بقى ياما ثاني while as just as when هل فيه قواعد للكلام ده؟ اه هناخدهم حتة حتة كده صغيرة لا انا اخدت قاعدة while طبعا هتطبق عليها نفس الكلام على as or just as زي ما حيث يمي شوية while she was cooking here husband انا انا عندي هنا ماضي بسيط واني هنا ماضي مستمر ليه؟ عشان فيه قاعدة while وركزوا معي شوية عشان الوحدة لا بيرعبه في الامتحان هل ممكن اقولها باسلوب ثاني؟ اه عادي ما ليش ايه مشكلة عندي ازاي؟ انا اخد كلمة while ده هي هخليها في الوسط ايه اللي هيحصل يا ولد عشان ما نلابطش نفس النات؟ انا اخد الجملة بحالها كده هو وحطها عن يماني هنا كده خلاص بقيت كده في الوسط يعني هبدأ بكمة here husband خلاص؟ طيب اين حصل؟ هده نفس القملة خدناها حطناها بقيت هوايل في الوسط الماضي البسيط هو اللي هي الاول و بعدين الماضي مستمر لماذا؟ عشان هوايلة ايه؟ هوايلة ديت منظوم تفكر يا ولاد تشوف هنا لازق فيها وماسك فيها الماضي مستمر يبقى اول حاجة قعدة هوايل بيجيوا ما اراها ايه؟ ماضي مستمر ماسك فيها ما بيروحش بعيد ما بيتغيرش، دي حتة مهمة جدا طيب يبقى دي نحلها الاولانية هوايل وراها ماضي مستمر واليام التانية ماضي بسيط مطرح مطروح هي كده كده وراها الماضي المستمرة was aware verb is in g طب نشوفكم عادة when طبعا الكلام نحن نقول لكم ينطلق على نفس كميتان التانية لو انا قلت ايه she was studying when her mother هنلاحظ مع بعض هنا قاعدة when هذه when her جاي قبلها ايه ماضي مستمر وجاي بعدها ايه ماضي بسيط يبقى اذا من غير ما فكر قاعدة when عكس قاعدة when when her when لازق فيها ماضي بسيط طيب واليامة التانية ماضي مستمر اللي هي جاية زي ما انت شايفين كده قبلها طيب هل ممكن برضو اخلي قاعدة when دي في الاول هي هي when her mother called she was studying مش فرقة بالنسباني يبقى اي جملة فيها when هتلاقي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي ايه ماضي مستمر هل من الممكن ان انا الاقي قاعدة when هوين يجي وراها ماضي مستمر عايد ممكن تيجي هوين وراها ماضي مستمر اهم حاجة عندي ايه المعنى بتاع الايه المعنى بتاع الجملة مش هيفرق بالنسباني لكن زي ما انا بقول لك كده لو انت جالك في الانتحان الجملة في يامة ماضي مستمر وفي نوقات اليمة التانية يبقى ايه ماضي بسيط يعني لو انا كتبت جملة على الصبورة وكتبت كده when she was cooking بينما او عندما هي كانت بطبخ she put some some salt يبقى بينما عندما كانت تطبخ وضعت بعض الملك طبعا وضعت هنا يدوب حطت الملك لكن الطبيق عما لا تطبخ عما لا تقلق وكلام من ده هنا في استمرار في الحدث واحد يقول لي يا رساد هي هون هنا ممكن نخليها في اليمة التانية she was cooking هون تمشي عادي ليش مشكلة يبقى في بعض الاحيان هتلاقي هون ممكن يجي وراها ماضي بسيط وممكن يجي وراها ماضي مستمر مش فرقة بالنسبة لك وما تخافش انت في الامتحان الوتوماتيك هي بيجي لك اختيارات لقيت هنا ماضي مستمر حطت اليمة التانية ماضي بسيط لقيت ماضي بسيط حطت ماضي ايه مستمر بس عادثا يعني هتلاقي العمليات وليلة شوية وانت شغال بس الاكثرية هتلاقي قاعدة هون وراها ماضي ايه ماضي بسيط يبقى دي حاجة برضو اخلي بالي منها في الامتحان نشوف كمان حاجة صغيرة كده احنا قلنا بيميت شوية ان قاعدة هوايل ممكن اخط الاثنين ماضي مستمر ديها تحنا قلناها خلاص مع بعض يبقى قاعدة هوايل يجي وراها ماضي مستمر وماضي بسيط يجيما ماضي مستمر وماضي مستمر هي هي برضو يا اولاد يعني مثلا لو انت كده هويل هي ووس ريدنك هز ماذا ووس كلينك زا هاوس عادي عندي هوايلة ها عادي ماضي مستمر وماضي مستمر هل ممكن تيجي في الوسط عادي جدا هز ماذا 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 ممكن تمشي باليامتين عادي نشوف كده مع بعض حتة صغيرة كده وديت مهمة شوية لو انت فاكرين يا اولاد في البرزنت المضارع المستمر الحتة دي بيجيب اكتب في الانتحانات افعال وديت احفاظات يسمون بكده افعال الادراك والحواس لا تأخذ ING دي حتة جميلة قوي ومهمة جدا 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 افعال الحواس لا تأخذ ING زي ايه مصر افعال الحواس ديته زي كلمة نو يعرف يبقى هنا ادراك افعال الشيء افعال الشيء افعال الشيء كلمة نو زي كلمة ايه افعال الحفل او لايك ديات من الحاجات بتاعة الحواس زي كلمة افعال زي كلمة نو افعال مبيش يا بلايات حتى اسمعها غرب ايه ايه برضو شيء I love he loves I know she knows حتة جميلة برضو كمان كده ممكن ما تلاقاش في بعض الكتب لو انا جيت برضو على فرب زي فرب ها في حاجة اسمها I am having اه ممكن وفي جمل ما نفعش فيها كلمة ايه 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 I was having a red bike when I was young قملة ديات غلط ما تنفعش معايا I was having a red bike when I was young غلط ليه يا مستر دي حتة جميلة او ياولاد كلمة have هنا معناها يمتلك ولما بكون باملك الشيء لازم اقول I have او he has ما ينفعش ان انا اخط اي نجي في الجمله هنا لكن بصوا بقى لو انا قلت ايه I was having drink lunch when you called me هنا بقى تمشي لان have هنا بمعنى يتناول اللي يكون اخدينها زمان احنا يصغيرين بمعنى eat او كلمة drink يبقى لو جات كلمة have بمعنى يتناول اه ممكن اخطه له ing لو جات كلمة have بمعنى يمتلك ما يفعش احطه له ing زي برضو قدام شوية برضو اتعرفه زي كلمة think 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 او thinks لكن ممكن اقولها بمعنى تاني I am thinking اللي هي بمعنى يفكر انا بفكر دلوقت تمشي معايا ing لكن اقول انا اعتقد I think او he thinks دي جملة جميلة جدا وحتة جميلة جدا ومهمة جدا برضو ممكن يضحك عليكم بها في الامتحان والناس هتختار فيها ing كلمة no كلمة love كلمة understand كلمة want لا في المدارع مستمر ولا في الماضي المستمر طيب عندي حتتين صغيرين بقى كده انا بحاول اجدلك كل الحاجات الموجودة في الماضي المستمر بحيث انك انت يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي لو انا قلت ايه كلمة شهر jal بحيث انت ايه 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 وصبلي كنت بقى لعب طبعا وليه اكون ماتش وفل الماضي البسيط بتاعه افل في الامتحان يا مصدر رح جاعمل لي كده هي هي ويل سوري ويل بلايين زا ماتش ايفل ايه اللي حصل هنا في الجملة تانية وممكن ما يحط الزا ماتش ويل بلايين دي على طول صح يا برد اهي ويل بلايين ايفل ايه اللي حصل عندي لو انتم لاحظتم هنا قاعدة ايه ويل فيه هنا ايه اي ووز حطيت اي ن ايه انجي افرد يا مصدر انا جيت اختار في الامتحان هنا وملاقيتش اي ووز يبا اخد الفربي زا اي انجي على طول ويل بلايين اثناء اللعب على طول شوف حتى بلاوة العربية اثناء اللعب يبا هنا في ايه اي انجي زي الناون يعني ايفل اللي اما التانية مطل بسيط يبا قاعدة ويل ممكن يأتي بعدها فربي زا اي انجي على طول اوتوماتيك من غير ما اعمل اي حاجة ويل بلايين بتساوي ويل اي ووز بلايين تساوي باتنين دولار تساوي ديورينج كلمة ديورينج ديت معناها خلال وبرضو ويل معناها اثناء فهتحس انهم قريبين من بعض بس ديت حلوتها بقى اني بيجي معها اسم يبقى ديورينج زا ماتش جبت منين كلمة زا ماتش ديت اللي هو لعب كورت القدم او الماتش اللي هما بيلعبوه يبقى اثناء الماتش اللي هو حسب الجملة الفؤانية اللي هي بلايينج زا ماتش يبقى لازم هنا يكون في اي انجي لكن هنا ديورينج يجي وراه اسم يبقى ديورينج زا ماتش اي فيل انا واحد هي هي يبقى كلمة ديورينج يأتي بعدها ناوين لكن ويل حاكتين يا اما ووز اوور بربز اي انجي يا اما بربز اي انجي على طول طب هل كلمة ديورينج دي يا مستر مايجيش وراه غير اسم بس ممكن بيجي حاجة اسمها جملة شبه اسمية يعني اقول كده ديورينج زا رست اوف هز لايف هي روت وباكمل الجملة بتاعتي مثلا اي حاجة فيها مثلا ستوريز او قصص جميلة او كذا هتلاحظ انا برضو زا رست اوف هز لايف دي اولا بيسموها جملة شبه اسمية واليوم التاني ماضي ايه ماضي بسي يبقى كلمة ديورينج يأتي بعدها يا اما اسمي يا اما جملة شبه اسمي لكن قعدة هواير يأتي بعدها ووز او وير بربز اي انجي او كلمة ايه بلينج على طول فيه حتة بقى جميلة وصغيرة وحلوة وبتعدي على الناس برضو فيه الامتحانات طبعا اهم حاجة زي ما أعطيكو الجملة اللي فيها زي هاف دي مهمة جدا 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 زي كلمة نو ما ينفعش ان انا حط اي انجي بش حاجة اسمها اي وز نووينج اي نيو اذا دهما فيه زمن الباص او فيه زمن البرزن دي حتة جميلة جدا 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 لو انا قلت ايه اولاد ويل ان كيرو ان ات influ 통 لو انتما حظتوا ان ات가� ويل ايه اه وراها اسم على طول يعني انا بينما انا كنت في القاهرة انا اي دت يبقى لو انا حبيت احط الاسم هنا ممكن احط معا كلمة ايه ان او ان وي ان هوليدي لما كنت في الاجازة يعني استمتعت بيه الباست سيمبل ماي طيب الوقت بتاعي يعني بعض الحاجات كده اللي ممكن يعني يجبها في الامتحان ويبقى يعني ايه بيعجز الطالب شوية لكن احنا المفروض القاعدة الاساسية بتاعتنا اللي احنا قلناها في الايه في الاول ده كده يعتبر اكثر الحاجات اللي انت هتقابلها في الجمل عندك في زمن الباست كنتينوز هي فيه حاجات كده ممكن تيجي مع الباست سيمبل بس انا مش عايز ايه يعني ادهلكو عشان ما تقاش كتير عليكم ولو ان هي مش هتبقى صعبة بالنسبة لكم يعني انا حاس كده ان ادي اكثر الحاجات اللي موجودة في الباست سيمبل والباست كنتينوز اهم حاجة بس زي ما اتركوا ركزوا بالحطة الصغيرة اللي انا اتركوا عليها اللي هي بتاعت الافعال اللي ما يجيش معها اي ان جي دي مهمة جدا جدا لازم يجي معها يا باست سيمبل يا فعل في اس دي كلمة مهمة جدا 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 وقلنا ازاي نفرق ما بين الباست كنتينوز والباست سيمبل دايما ياولاد الحدث اللي في استمرار هيبقى باست كنتينوز دايما هيبقى في ماضي مستمر اسمه مستمر لكن الحدث اللي بيقطعوا هيبقى اسمه باست سيمبل ماضي بسيط كيه كلمة برضو صغيرة كده ممكن يعني ادلكوا في الانتحاد احنا قلنا الكلمات اللي عندنا هوايل وآز و جاست آز و هوايل ممكن يقابلكم في الجمل ان تقول داي او قول نايت او قول مورنن والحاجات داي اولاد في السنوي العام او في السنوي يعني عموما هتلاقي فيه حاجات كده هتنفع في كذا زمن و دي حتة يعني تبقى صعبة شوية و دي هبان معاكو الحصة اللي جاية او الفيديو اللي جاي يعني قاعدة هوين حيث يصغلون اميمة شوية ماضي بسيط وراها و بعدين ماضي مستمر او ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط اما اين خش عمضي التاب هتلاقي قاعدة هوايل دي برضو لها كذا قاعدة في الماضي اللي ايه التاب فاركش شوية دولة برضو هنصدمهم بعد كده في زمن تاني فانا ممكن استخدن الكلمة في كذا زمن من ضمن حضراتكو برضو الناس اللي عملوه اللي واجب بتاع الفيديو اللي فات غلطوا برضو في حتة صغيرة كده وانا برضو كنت اقلها في الفيديو ده برضو بيدول على الناس بتسمع من غير تركيز شوية ان انا قلتلكو يا ولاد الحصة اللي فاتت ان يوجولي ووفن وصمتايمز والويز وكلام ده كلها ممكن تيجي في المدارع بسيط وممكن تيجي في الماضي البسيط لو الجملة بتعبر عن زمن الماضي البسيط فاذا ما تبصش للكلمة ككلمة بص الزمن الجملة ودي حاجة مهمة جدا جدا يعني ممكن اقول هنا كده I was writing a letter all the morning yesterday I was writing a letter انا كنت قاعد اكتب خطاب all the morning طول فترة الصبحية yesterday مبارح ليه يا ولاد عاملة زي مثلا اللي احنا عيسى يليها جميل شوية قدام يعني مثلا مساعة 9 الصبح للساعة 10 كنت قاعد بكتب في الخطاب يبقى ماضي مستمر هي ليه ما كلها يا ولاد عايزة سنس الجملة ان انا احس بالجملة هل هي مضارع هل هي ماضي هل هي ماضي مستمر هل هي ماضي تم يعني نعملها كلها بس محتاج منك تركيز وانت بتقرأ الجملة فيه حتة كمان اللي هو المفروض نحن عرفانه يعني من زمان المبني المجهول والمبني المجهول ده ملابه يتكون من ايه لو احنا خدنا مع بعض كده اي جملة عادية احنا اكتبين فيها subject verb object ده تكفيين اي جملة احنا اوضنه في الاوأخار عشان نبني جملة المجهول بعمل العكس هجيب المبني المجهول ابدأ بالobject وبعدين verb to be وساعات بيجي جمبه هنا شكت حاجات كده على حصل الزمن وبعدين اكتب كلمة by سوري تصري في الساس الفعل by وكمل الجملة بتاعتي يعني لو خدنا مثلا مع بعضاتي البسط الماضي المستمري ده انا قلت ايه he يبدأ الفاعل بتاعي he was تحط verb z ing وليكن watching tv هو كان يتفرج على التلفزيون وحبينا نبنيها للمجهول دي اتاولاد active يعني مبني للمعلوم ليه الفاع فاع مفهول طبع ما انا وعايز اخطينا يسطى بالكلام هذي مش تفرج بالنسبة لنا اللي انا هتنزف في اخر الجملة زي ما هي اللي اهمينا بس الناس زي ما بتاعي الجملة انا عايز اعمل مبني للمجهول قلنا هنبدأ بالايه بالمفعول ادي المفعول اوه يبقى tv صح بعد كده اعمل ايه احط verb to be الوابوز او ايه او ايه طب هالا ممكن احط am و از و ار اه الكلام ده في المضارع وانا اعرف الكلام ده برده يبقى tv ووف فينا اين ايه او g صح احط كلمة من دمان كده على طب ما زل ما فكر اسمها being اوه انا اتبقى عن ايه verb to be وبعدان احط بدل ing being والطبسيط يسا يسمي الفعل اللي هي watching يبقى tv was being watching لو عايز اكمل by him بواسطته ودي حتة مهمة جدا هنا بقى ضمير مفعول هنا كان فاعل بقى ضمير مفعول عشان كلمة by big ورا ضمير ايه ده من المفعول يبقى في المبني المجهول ببدأ بالمفعول احط was aware being وتصريف الساس للفعل دي برضو حتة مهمة جدا جدا المفروض برضو في الماضي بسيط في مبني المجهول عادي لو هبدأ برضو بالمفعول بس بقى الغوز being احط ووز والتصريف الساس اعطلو للفعل يبقى في الماضي بسيط هبدأ برضو بالمفعول وحط was aware وتصريف لكن في الماضي المستمر بما انه فيه ING اهو حطيت مكانه B وكده كده التصريف الساس للفعل طبعا ممكن الكانده برضو هيبني فيه الاختيارات تبقى الجملة برضو فيها مبني للمجهول عادي ما فيش اي مشكلة عندي زي ما احنا قلنا اهم حاجة ابقى فاهم زمن الجمل يبقى ثاني مفعول was aware وحط كلمة B تصريف الساس للفعل لو في الماضي يبقى tv was watched by him ده في الماضي البصير ماضي بصير بحط was aware تصريف الساس الفعل يبقى تم الفور جعله التلفزيون بواسطته يبقى هنا ماضي مستمر لكن هنا ماضي بصير اللي هي اعتبر بتاع الحسة اللي فاتي بابدأ برضو بمفهول احط was aware تصريف الساس الفعل لكن هنا ببدأ بمفهول احط was being عشان تصريف الساس الفعل او where طبعا على حسب الجملة بتاعتي اللي هو الفاعل اللي بقى صور المفهول يعني حطنا فعل هنا احط was aware وبعدين being تصريف الساس اللي ايه بالفعل ده كده كل الماضي المستمر وخدنا الحسة اللي فات او الفيديو اللي فات الماضي بسيط وانا شايف كده بإذن الله يعني مش هتلاقي اي حاجة صعبة في برضو جملة كمان برضو جات في دماغي او الهالكو برضو بالمرة في نسر جدا بتغنط فيها يقولي مثلا while I on holiday I saw him ويجديني بقى في الاختيارات دي مثلا was being where being was was طبعا الناس على طول من غير ما تفكر اقول لك المستر قال call it while was aware verb with a nj مفيش كلام كله هيعمل كده غلط لي يا مستر مفيش حاجة اسمها was being بأصر حتى بالعربي كده لو احنا نجينا كده بينما انا كنت في الاجازة كنت يعني was aware حتى جميلة جيبنان برضو الناس بيغلطوا فيها في الامتحان يبقى while I was on holiday لما كنت في الاجازة اي صهم انا رأيتم دي برضو من ضمن الحاجات الشزة الصغيرة كده اللي بيجيبها في الامتحان عشان لأولاد يتغبطهم محافظين القاعدة زي اسمهم بعد قاعدة هواء نحط ووز واندرستان ما ينفحش حطهم اي نجي ثانية حاجة قاعدة while كده كده بيجي وراء اي نجي لكن في الجملة دي هتبقى while I was on holiday لما كنت في الاجازة حتة برضو جميلة جدا ومهمة جدا ثالت حاجة المبني المجهول في ناس كتير جدا هتغلط في الجمل وهي بتحل في المبني المجهول اركز واشوف الجملة فيها مفعول ولا فيها فاعل لو الجملة فيها مفعول يبقى was aware وبعدين احط being تصريف sans لو الجملة ما فيهاش الكلام ده هتبقى عادية خالص was aware verb z i n g a على طول برضو حتة مهمة وجميل اتمنى يكون المحتوى عجبكم وانا شايف ان هو برضو البص كنت صعب ولا حاجة المشكلة بتاعت الناس ان هم بيدخلوا الازمينة ببعضها حاول وانت بتكرأ او انت بتحل ركز في زمن الجملة وزي ما قلت قبل كده حس بالجملة شوف هي هنا الموقع بتاع الحاجة اللي انا خطها او الحتة الفاضية بتاعتي هتبقى ايه ماشي مع ايه هل هو ماضي بسيط مع ماضي مستمر هل هو ماضي بسيط مع ماضي بسيط يعني انت ممكن وانت بتحل ممكن تلاقي اثنين ماضي بسيط في قاعدة هو هين ينفع يا أستاذ او ينفع عادي وهتقابلك في بعض الجملة اللي يدالك بعد كده مش طبعا مش هحط كل جملة على الصبورة لازم الناس تفكر شوية وهي بتحل فما تحط في دمائك ان احط ماضي ماضي لا اقرأ الجملة وركز في الجملة لان النظام السنوي الجديد دلوقتي بقى معتمد على حتة التركيز والفهم اكثر من الحفظ فمش كل واحد حفظ قاعدة يخش رصها زي ما هي اقرأ الجملة ركز فيها شوف الزمن بتاعك حس بالجملة هتلاقي العملية سهلة جدا 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 اتمنى يكون المحتوى عجبكم واتمنى من الناس انها تعمل مجهود اكتر لان انا شايف ناس كتير جدا مكبرة مخة زي ما انا بحاول ان اتعب واجب لك كل كلمة في كل الكتب اقرأ يعني مش اقرأ يعني اقرأ لما الجمل والحاجات الصعبة والحاجات اللي انت تتخيل انها ممكن تجيلها في الانتحان بقعد لملك كلها لان اللي انت جبت اي كتاب وعادت تحل فيها تلاقي شوية حاجات معينة وتلاقي كتاب تاني متميز عن ده والكتاب ده احسن من ده انا بقعد اجيب الكتب كلها وقعد اطلع لك كل الحاجات اللي ممكن تخرج على بقى فانت اتعب شوية برضو وحاول انك انت تكثهد وحاول انك انت تزاكر وياريت الناس تحاول برضو ان شاء الله بازن الله لو عجبها المحتوى بتاع القناة تشير اللينك بتاع القناة علشان زي ما قلنا بالكده تكبر وتعم الفائدة للناس كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته